لمسلم عن ثوبانا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض في رواية أبي داود إن الله زوالي الأرض أو قال إن ربي زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وفي رواية أبي داود فأريت مشارقها ومغاربها الزوي هنا هو الجمع ويكون جل وعلا جمع الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من الجبال والسهول والبحار والتلال وسائر ما خلقه الله عز وجل فيها ولكن هذا الزوي وهذا الضم أو زوي قرب فيه الأرض أو قربت فيه الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت بمقاس الكف أم أن قوة بصر النبي صلى الله عليه وسلم زيد فيها حتى أبصر ما كان بعيدا كأنه قريب قولان لأهل العلم فمنهم من قال إن الزوي على حقيقته فجمعت الأرض بما فيها بمقدار قليل وبقي بصر النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه ولا عجل فعندنا الآن الكرة الأرضية مصورة أو مصنوعة على شكل دائرة فلا يبعد أن يكون جل وعلا قد جمعها بهذا المقدار فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها مما في المشرق والمغرب ولذا جاءت رواية الشك إن ربي تقوي هذا لأن الرب هو المالك المتصرف المدبر ثم أيضا في صيغة الرب ما يدل على الاعتناء الكبير والرحمة الواسعة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أراه مشارق الأرض ومغاربها حتى يطمئن قلبه وحتى يأنس فؤاده فيكون من باب الإطمئنان لقلبه عليه الصلاة والسلام